وخلال استضافته في نشرة سابقة كدأ أشار السيد علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أبرز جهود مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص على جميع المستويات البحرين دخلت وانضمت إلى المعاهدات الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وأيضا أصدرت تشريعات مختلفة وقوانين للمكافحة هذه الآفة طبعا تتعرفين الآفة هي هي ليس فقط بالتركيز يكون فقط على العمالة وإنما هي تشمل العمالة للأطفال والعمالة النساء وعمالة الرجال القصرية والعمل القصري والعمل التسول فيه جزء كبير منه هو مجتمعيا مرفوض عندنا هنا في البحرين فبالتالي العمل بهذا الشكل المجتمعي مهم جدا إضافة إلى أن البحرين ركزت تركيز كبير في إصدار التشريعات هذه القوانين وتعديل هذه القوانين وأيضا أنشأت المركز الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وعملت مع جميع المنظمات الدولية التي تعمل في مكافحة الاتجار بالبشر ترجمة نانسي قنقر